في اجتماع يوم الخميس المقبل للبنك المركزي المصري ويعتقد أنه لن يحدث فيه جديد لا هيتم فيه التعويم ولا هيتم فيه تغيير سعر الفايدة لأنه سيتم تسبيت سعر الفايدة غالبا وهقول لك دلوقتي البنوك الأجنبية بتتوقع التعويم إمتى التعويم قادم قادم والأزمة قادمة قادمة وكل حاجة قادمة قادمة واللي حصل إمبارح ده جماعة هنبقى نتكلم فيه تاني إمبارح ما كان معايا يضيف كريم الدكتور رفيق عبدالسلام وزير خارجية تونس فعشان كده يعني تقريبا أخذنا معا نصف الحلقة فما كانش فيه وقت الواحد يشرح بالتفصيل اللي بيجرى فالنهار ده إن شاء الله يكون معنا وقت إن شاء الله بنك مورجانستالي قال إنه فيه التعويم هيكون فيه شهر سبتمبر أو أكتوبر اللي جاي ده التقرير اللي طلعوا بنك مورجانستالي وقال إنه الخطر الأول يتمثل في مراجعة مكالة مودز للتصنيف الاقتماني في مصر الكلام اللي حصل في آخر شهر اللي فات وإنه كمان الخطر التاني في إنه عنده مراجعتين في شهر سبتمبر بتوع السندوق الأول اللي هو بناء عليهم هيدولوا القسط التاني من القرض أحنا يا جماعة كل اللي خدنا من صندوق النقد اللي اتعامل عليه فيلم وعدنا مزلولين خدنا تلترمية وحاجة مليون دولار ودولا كانوا القصة الأول لما يجي صندوق النقد يعمل المراجعة في شهر سبتمبر هيعمل المراجعة الأولى والتاني يقول نستحق نستحق القسط التاني ولا لا لو صندوق النقد يا جماعة طلع ما قالشي أنا بقولك من دي نقطة هو عشان تبقى عارف دي اللي هتبقى الخاتمة بتنزل بقى الموسيقى بتاعت حماده السلطان تن 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 كده لو صندوق النقد في المراجعة التانية وأنا أشك الحياة بنعمل كده لأنه صندوق النقد بيعون كل ديكتاتور لأداة اقتصادية في إيد الغرب بيعونوا بيها كل الديكتاتورين اللي على الأرض وعملوا كده مع قصة عيد كلمنا مبارح وبيعملوا كده مع السيد لو هما رفعوا الغطاء عنه يبقى خلاص الموضوع خلاص لو ظهر لو المراجعة التانية لصندوق النقد أقرت بإن مصر لا تستحق القسط التاني بس ما تتكلمش كتير كل سلام انت طيبوا خلاص الجيمة تقفل وشوف بقى هنبدأوا من اين من اين يا حتها